موسيقى نشرة الأخبار من قناة المهرية والبداية بالعنوي موسيقى جنود في سقطرة يناشدون وزير الدفاع صرف مرتباتهم الموقوفة منذ ثلاثة أشهر موسيقى وقفة احتجاجية لتجار بالمكلة تندد بجريمة قتل التاجر العديني وتطالب بالقصاص موسيقى أمريكا والاتحاد الأوروبي يدعوان الأطراف اليمنية للانخراط في مفاوضات تمهد لحل سياسي شامل موسيقى أهلا بكم إلى نشرة نصلت الضوء فيها على آخر المستجدات في مختلف المحافظات اليمنية موسيقى 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 ناشد أربعمائة جندي يمني ينتسبون إلى اللواء مشا بحري في أرخبيل سقطرة وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بصرف رواتبهم الموقوفة منذ ثلاثة أشهر وفي سلسلة شكاوى أوضح الجنود أنهم سبقا وسافروا إلى عدن قبل ثلاثة أشهر لمقابلة اللجنة المشكلة من الوزارة قبل أن يعودوا إلى ديارهم بوعود صرف رواتبهم في الشهر ذاته وأشار الجنود إلى أن رواتبهم لم تصل حتى اللحظة وأن الوعود التي تلقوها ذهبت أدراج الرياح وشك الجنود صعوبة أوضاعهم المعيشية وحاجتهم الماسة إلى ما يعينهم خصوصا في شهر رمضان المبارك نفذ تجار من مدينة المكلة في محافظة حضرموت وقفة احتجاجية تنديدا بجريمة قتل التاجر أحمد العديني من قبل مسلحين في عدن وخلال الوقفة طالب المحتجون مجلس القيادة الرئاسي والجهات المعنية في مدينة عدن القيام بمسؤولياتهم وضبط بقية المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة واستنكر بيان الوقفة المماطلة في ملف القضية وعدم ضبط المتهمين وتنفيذ حكم القصاص بحقهم نحن أبناء بتجار محافظة حضرموت نطالب الأجهزة الأمنية بالتسريع بالتحقيق في قتلة الشهيد بذن الله تعالى أحمد العديني ونطالب بالتسريع ورفعهم للنيابة ثم محاكمتهم لنالوا الجزاء العادل وهذا الجريمة الشنعة التي حصلت في محافظة عدن تعد تهديد للتجار وحركة الاستمار في محافظة عدن إلى الملف السياسي حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحفاظ على الهدنة في اليمن والتقدم نحو السلام محور رئيسي لحكومته وفي بيان له بمناسبة الذكر الأولى لانطلاق الهدنة في اليمن قال بايدن إن مرور عام على الهدنة يمثل علامة بارزة في الحرب وأعرب كذلك عن تطلعه للعمل مع جميع الشركاء في المنطقة من أجل البناء على الهدنة وإنهاء الحرب في اليمن بشكل دائم وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبيرغ أن الاتفاقات المؤقتة في اليمن لا يمكنها أو لا يمكنها معالجة المعاناة التي طال أمدها لجميع اليمنيين وفي رسالة بمناسبة مرور عام على بدء الهدنة في اليمن أكد جروندبيرغ على وجود مخاطر كبيرة بما في ذلك التصعيد العسكري الذي تشهده الجبهات خلال الفترة الأخيرة ودع المبعوث الأممي إلى أطراف اليمنية للبناء على الهدنة والاتجاه نحو إنهاء الحرب التي تدخل عامها التاسع إلى ذلك دعا الاتحاد الأوروبي إلى أطراف اليمنية وجماعة الحوثي بدراجة رئيسية إلى العمل بشكل بنائم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبيرغ للانخراط في مفاوضات تمهد لحل سياسي شامل وفي بيان له بالتزامن مع الذكرى الأولى للهدنة قال الاتحاد الأوروبي إن الهدنة قدمت إحساسا نادرا بالأمل وكان لها أثر إيجابي جدا على حياة كثير من اليمنيين بحسب البيان وطالب الاتحاد الحوثيين وبقية الأطراف إلى تجنب الأفعال الضارة والانخراط في جهود السلام الهادف لإيقاف إطلاق النار والبدء بعملية سلام شاملة وجامعة برعاية الأمم المتحدة دعت المملكة المتحدة الأطراف اليمنية إلى بذل الجهود لتجديد الهدنة في اليمن وتجنب العودة إلى الحرب وقالت السفارة البريطانية لدى اليمن في مناسبة الذكرى الأولى لانطلاق الهدنة إن التسوية السياسية الشاملة هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في البلاد وأكدت وقوف بريطانيا بثبات في دعمها جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إلى محافظة شبوة حيث أعلن عدد من الشخصيات الاجتماعية في المحافظة عن مشروع سياسي لمستقبل المحافظة كإقليم المستقل وقال بيان حمل اسم ميثاق شبوة إن الميثاق يرسم مشروع شبوة سياسي المنبثق من الإيمان الكامل بأهميتها الاستراتيجية وبالحلول المستدامة ويتضمن رؤية متكاملة تلبي تطلعات كل أبناء شبوة وبحسب البيان فإن ميثاق شبوة يتضمن حقوق أبناء المحافظة السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية من بينها استحقاق شبوة من ثرواتها بنسبة 50% بحسب البيان توفيها طفل وفقد أربعة مواطنين جراء السيول في مدرية بيحان بمحافظة شبوة أوضحت مصادر محلية أن السيول تسببت بجرف سيارة تقل مواطنين ما أدى إلى وفاة طفل وفقدان أربعة آخرين في وادي خير بمدرية بيحان ومنذ أيام تشهد شبوة وعدة محافظات أمطارا غزيرة تسببت بأضرار مادية وبشرية كبيرة شكى مواطنون في محافظة أبيان من تضاعف ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال شهر رمضان المبارك وقال المواطنون أن ساعة الانقطاع وصلت إلى ثمان عشرة ساعة يوميا دون أي تحرك من قبل الجهات المعنية في المحافظة لتخفيف معاناتهم المستمرة بدورها أرجع مدير المؤسسة الكهرباء في أبيان محمود مكيش تضاعف ساعات الانقطاع لعدم تزويد محطات المحافظة بالوقود التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وخلال اللقاء ثمن العليمي فتح مصر أبوابها لاستقبال مئات الآلاف من اليمنيين الباحثين عن ملاذ آمن للتعليم أو العلاج أو الاستثمار من جانبها أوضح السفير المصري أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة بشأن أنظمة الإقامة والسفر جاءت لتشمل العديد من الجنسيات ولا تستهدف اليمنيين بعينهم أقر مجلس الوزراء توصيات اللجنة المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية وقرارات التعيين وطلبات التمديد في سفارات اليمن في الخارج وفي اجتماع له أكد المجلس على سرعة استكمال تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات إضافة إلى استيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات كما أكد دعمه الكامل لإجراءات وزارة الخارجية من أجل تصحيح أوضاع البعثات الدبلوماسية وكان تقرير اللجنة كشف عن ازدياد عدد الموظفين المعنيين في السلك الدبلوماسي منذ العام 2015 دون وجود مهام فعلية مما أضاف أعباء مالية على الموازنات التشغيلية للسفارات أكدت وزارة النقل دعمها كل الإجراءات والقرارات التي تتخذها الخطوط الجوية اليمنية في سبيل الحفاظ على نشاطها وأموالها وأصولها وفي لقاء لوزير النقل عبدالسلام حميد مع رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية ناصر محمود محمد أكد حميد دعم الشركة لتجاوز الصعوبات التي فرضتها جماعة الحوثي جراء تجميد أرصدتها المالية في بنوك صنعاء مطالباً الجماعة برفع يدها عن أرصدت الشركة دون قيد أو شرط أحيت السلطة المحلية لمحافظة عمران أمسية فنية وخطابية بمناسبة الذكرى التاسعة لاستشهاد العميد الركن حميد القشيبي في محافظة مأرب بحضور عدد من القيادات العسكرية وأشهد رئيس هيئة الأركان العام ما صغير بن عزيز بمناقب القشيبي ودوره النضالي وبطولاته التي قدمها في سبيل الحفاظ عن الوطن والدفاع عنه ورفض الانقلاب على الشرعية داعياً جميع القيادات العسكرية إلى السير على نهج القشيبي ورفض كل أشكال الانقلاب وشهدت الأمسية عدداً من الفقرات الشعرية التي ذكرت بمناقب الشهيد وتضحياته رحمه الله إحياء ذكرى الشهيد البطل رحمه الله حميد القشيبي واجب وطني علينا جميعاً نسأل من الله العلي القدير أن يرحمه رحمة الأبرار وأن يسك في نهجمناتهم فجري من تحتها لنهار هذا الشهيد مثالاً للابطال الأحرار الذي قدموا أغلى ما لديهم من أجل أن ينعم اليمن واليمنيين بالأمن والاستقرار من أجل حرية وكرامة اليمنين هؤلاء الشهداء ومنهم الشهيد حميد المشيد رحمه الله الذي نحيي ذكره بهذه الليلة المطارقة يجب علينا أن نوفي بحقه حميد القشيبي قدم فرحة طاهرة من أجل هذا الهدف السامن في الذكرى التاسعة لاستشهاد البطل العميد حميد القشيبي حامل جمهوريها الأول نستلهم من ذكراها الدروس والعبر والعظات هذا الرجل العظيم الذي ثبت ثبات أسطوري في مقارعة الظل ومجابهة الطغيان الحوثي الذي نكهل بالمواطن والمواطن حميد القشيبي هو ذلك القائد الذي لم يهزم أقيم في لحج حفل تكريم للطالبين الفائزين بمنافسة الحساب الذهني الدولية وسط حضور رسمي وشعبي كبيرين وتمكنت الطفلة الموهوبة شمع إبراهيم والطالب باس بسام محمد من محافظة لحج من تحقيق المراكز الأولى بالمسابقة رياضياً نظم مجلس الحراك دورية كرة قدم في مدينة المكلة بمحافظة حضرموت وشهدت بطولة الوفاء لشهداء القضية الجنوبية حماساً في اللقاء الأول الذي جمع بين فريقي وحدة ابن سينة وشباب الساحل للإنشاءات ضمن 16 فريقاً يتنافسون على كاس البطولة وتأتي مثل هذه الأنشطة لحث الشباب على ممارسة الرياضة وإبعادهم عن العادات السيئة انطلق الدوري في جميع محافظات الجنوب وبرعاية المجلس العالي للحراك الثوري ونحن مجلس العالي للحراك الثوري في محافظة حضرموت مستطينا رئيسه في المحافظة بدأنا الدوري في عدة انطلق الدوري على مستوى المحافظة على مستوى مجموعات منها مجموعة تلعب في الوادي ومجموعة تلعب في مديريات شرق المكلة ومجموعة تلعب في المناطق الغربية لمديرية المكلة ومجموعة تلعب في المناطق الشرقية لمديرية المكلة يعني طبعاً في ملعب روكب وطبعاً هذا الدوري كل مجموعة فيها أدة فرق فرقة في مجموعات 22 فرقة ومجموعة 16 فريق حزب المجموعة نهاية النشرة مشاهدين الكرام بإمكانكم من الطلاع المزيد من خلال زيارة موقعنا المهرية دوت ميت إلى اللقاء